اهلا وسهلا مرحبا وسهلا بكم هذا المباشر الجديد لنتكلم فيه بإذن الله تعالى ضمن الحملة لمعلنة مضللة الأمس للتضامن مع الكاتب والمحلل الموريتاني اسماعيل يعقوب الشيخ سيدية اللي واحد من الأقلام والكفاءات الموريتانية المنافحة عن الشعب السحراوي واللي يتعرض في الأون الأخير إلى هجوم مخابراتي مغربي قذر يستهدف بالأساس التشهير به وتشويه سمعته وصورته وهذا التشويه المخابراتي يقوده بجموعة من الأشخاص المغاربة التابعين للذباب المخزني الإلكتروني اللي مهمته هو التشهير المستهدف طبعا ليس هو فقط اسماعيل يعقوب الشيخ سيدية وإنما كل الأصوات الحرة اللي ممكن أن تدافع عن الشعب السحراوي وخاصة من موريتانية الشقيقة اللي معروف على أنها جسم أو جزء من الجسم السحراوي واللي معروف كذلك بأنها أقرب إلى الإنسان السحراوي من الإنسان المغربي أو من الشعب المغربي إذن لا تنسوا مشاركة رابط فضلكم إذن نحن في هذا الفيديو أو نعتبر هذا الفيديو هو جزء من التضامن حتى وإن كان ما شاء الله قام مثل قامات الكاتب اسماعيل يعقوب الشيخ سيدية لا تحتاج إلى من يسندها لأنه ما شاء الله علمها وثقافتها وأدبها وفكرها وبصيرتها قادرة بكل افتخار على أن تدافع عن هذا الشعب وأن تدافع عن نفسها الذي يأخذ سبيل الدفاع الدفاع عن الشعوب المستضعة فلا يحتاج لا أعتقد أنه يحتاج إلى لايف والاثنين مساندة من طرفه من هذا الشخص أو ذاك ولكن في إطار فضح أيضا الذين يقفون وراء هذا الاستهداف المخابرات القذر للمخزن لهذه الأصوات فإننا نجد أنه من الواجب علينا فضحهم كذلك ووضعهم عورات قدام الجميع حتى يعلم عن أي قضية نتحدث وحتى نعلم عن أي مخزن قذر نتحدث إذن لما نرجع لما كتب في الأيام الأخيرة مرحب وسهل أبراهيم ددي ميمون السحراء مرحب وسهل بكم كاملين الصالح الناجم مرحب وسهل أبراهيم ددي إن شاء الله هذا من أخلص المتابعين للصفحة ولي محمد مرحب وسهل إذن لا تنسوا مشاركة الرابط كيف قلت لكم الكثير من اللايكات بالنسبة للناس اللي يتابعونا لاحقا يقوموا بالانضمام للقناة أيضا إذن كيف قلنا إعلانه من واجب نافض حول العملاء والمخابراتيين الذين يستهدفون الأصوات الحرة موريتاني نعرف بأن فيها طابور خامس يشتغل لفائدة المخابرات المغربية ومهمته هو فرمالة كل ما يتعلق بالقضية الصحراوية أو انتشار الوعي داخل الشعب الموريتاني أو داخل النخب السياسية الموريتانية هذا الطابور يستفيد من أموال الشعب الصحراوي والشعب المغربي المسلوقة من طرف المخزن والتي توزع بسخاء وعلى أشكال وأساليب مختلفة بما في ذلك تنظيم الرحلات إلى الرباط ولا تنظيم الرحلات إلى مراكش وتنظيم الرحلات إلى السحراء الغربية والاستفادة هنا وهناك من الإمكانيات التي تنعطان مرحبا سأل الأخ أحمد ميجك مرحبا فهذه الرشوة التي يقدمها النظام المخزن للطابور الخامس في موريتانيا لابد أن يحصل من خلالها كذلك المخزن على عمل مقابل المقابل هو أولا هناك مجموعات واتسابية منشأة في موريتانيا مهمتها كذلك هو اختراق هذا الجسم الصحراوي هذه كمجموعات الواتسابية على اختلاف أنواعها واشكالها والناس اللي براها فيها ياسر من العمل المخابراتي ياسر من العمل المخابراتي وهناك من يقود هذه المجموعات الواتسابية من داخل وزارة الداخلية المغربية حتى تكون يعني يكون عندكم هناك مجموعات واتسابية يديرها أشخاص ما هو بالضرورة هذوك اللي موجودين في المجموعات الواتساب ولكن من يحي إليهم بتشكيل هذه المجموعات الواتسابية هم أشخاص داخل وزارة الداخلية المغربية يجمعون المعلومات والمعطيات والأصوات وكذا وهناك مجموعة من الأشخاص اللي تأصلوا بي بعض المرات يقول لك عطينا أوديو الفلاني والله أعطينا أوديو الفلاني وأتحفظ لأنه لا يمكن أن نخرط في عمل أنا أحذر منه هذه المجموعات الواتسابية لا فائدة منها إذا كان حد بغي يعاون القضية الصحراوية فليقوم بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ترويج الروابط الكتابة التعاليق هذا هو اللي يقدر يخدم القضية الصحراوية أما أن تم جمعه في الواتساب وانت بادلوا كذا وانت رد علي حياتك وانت رد عليك حياتي وانت تقول لي شو عدلوا لك وانت كذا وأنا كنت هنا وكنت في الحبس وكنت مانا في الحبس وكذا وهذه كلها مادة مخابراتية دسمة تنعطى للنظام الاحتلال المغربي بالمجال وتنعطى لأذرعه الموجودين في الذباب المخزن الإلكتروني باشي يخدموا بيها وباشي ما هم من يؤجلوا بها الاستقلال نعافي بأنهم لن يؤجلوا بها أبدا الاستقلال بحول الله تعالى ولكن على الأقل من يعطيهم فرصة يدوخوا بيها أو يفرملوا بيها الوعي لأن هذا العمل اللي نقوم به هو عمل تعاوي بشكل أو بآخر هو عمل تعاوي للشعب المغربي لأننا نستهدف الشعب المغربي حتى يعرف حقيقة الصحراء الغربية لكن لما نجد كذلك أن وحدين من داخل المخابرات المغربية يشتغلون بهذه المواد وخاصة المواد الصوتية يشتغلون بها لترويج فكرته من مغلوطة عن موضوع الصحراء الغربية داخل الشعب يؤخر شوي الاستخلال فلذلك كونوا حذرين كونوا حذرين فيما يكونوا حذرين جدا واللي قد يقلب ينسحب منهم أخير واللي قد ما يتكلم فيهم أخير بغاية تتكلم قاربك وكذا ورسل ترجمة نانسي قنقر 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 يفتح لك الأبواب يكفي لأنك تعد طبال عند المخزن فإنه ينعطى لك بطاقة الاعتماد من طرف وزارة الالتصال المغربية وتشتاغل وكذا مهم عدت عنده سيارة ربعية تدفع وكذا يتلحص فم كيف التمسح فارغ مسكين فارغ مشاهدات عنده ضعيفة جدا لما حد يبشير صفحته يشوف فيديو من الفيديوهات قدامي نحاول نفتح صفحته باش نشوف مثلا هذا منشور منشور الناشر تقريبا له ساعة عنده 269 لايك وعنده 11 تعليق مثلا هذا ولكن يتوهم ويتوهم ذوك اللي أصلا يدعم عمل المخابرات يتوهم على أنه حقق إنجاز المنشور الثاني له تقريبا ساعة وعنده 57 تعليق مقابل 381 هذا إذا تحدثنا على أنه هذه الصفحة ما قد تطيحوها ما نرى ما يطيحونا الصفحات كل كل ثلث شهر أربعة أول صفحة كانت عندنا كانت عندنا فيها 257 ألف مشتركوا مشتركة 257 ألف كان الفيديو ما شاء الله تنصره في ظرف ساعات يصبح 2000 3000 4000 10000 كانت كان بعض الفيديوهات تصل إلى مليون مشاهدة ومن بعدها وضعت الأعين على الصفحة من أجل طاحة بها طيروها عقب ذلك 22000 صفحة بعد ذلك إذن نشوف نشوف مثلا لجبارت فيديو من آخر فيديوهات هذا فيديو ل عنده 3588 لمدة 24 ساعة إلى شطرين وكسب الأول هو اللحاق الموناكو داكا عبر مختلف المناطق المغربية وصولا إلى الجرقره وجزء الثاني يتناول المستقبل الاستثمارات الإفريقية بالمملكة ما فات تلحس ما فات تلحس هذا لما نرجع لماذا ما كان يكتب عن اسماعيل عن المحلل السياسي الموليتاني اسماعيل ياقوب الشيخ سيدية نجبر وياسر من المقالات اللي كان يكتب ونشوف واحد منها يقول يهاجم سيدا حرا يعني أنه هو حر العبد حر العياش العياش من فرط دفاعها عن العبودية يشك عنه حر ويشك عنه الناس الأحرار اللي قدامه الذين لا يعبدون الأشخاص وإنما يعبدون الفكرة لأنه الفرق بين تعبد الفكرة وبين تعبد الشخص احنا ما نعبدو الشخص احنا ما نطبر الفلان بأنه وفلان 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 اسماعيل يعقوب الشيخ سيدية اليوم انتاشه وعمله يدافع عنه ما يحتاج احنا قاعد ندافع عنه ولكن ولكن اعترافا به وهو حين بيننا على أننا ندافع عنه منين يتعرض لهجمة مخابراتية شريسة اللي تقول لا شي العيش عفوا العيش عفوا يظن على أنه حر هو يعتقد على أنه حر ولكن هو عبد عبد لمن عبد لشخص يعبده المالي ارى الانسان يتعبد الله سبحانه وتعالى احنا المسلمين كاملين بشكل عام نعبده الله سبحانه وتعالى ولكن ما نعبده الشخص حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما نعبده وإنما نقدره ونحترمه ونتمنى على أن نعبدو كيفه لكن لي أعبد شخص شخص يتميد عين يا عاش يا الملك عاش انت عاش انت يا الملك لو كنت اخطانا يوقع عنا انت يا الملك اللي إلا جاب الله ميت اش لا يوقع عنا إلا جاب الله غبت عنا اش لا يوقع عنا معنى على أنك تربط مصيرك بشخص إذن هذا هذا المصطفى العسري يكتب بطريقة طريقة بائيسة جدا طريقة طريقة البراهيش ومنين يجيها الرد منين يجيها الرد يجيها الرد المفكرين العظام اللي أصلا يلعبوا باللغة يلعبوا اللغة يعني استطيعون أن يلعبوا بالكلمات إلى درجة أنك الدخ من أجل أن تفهم تفهم القصد بينما هذا العسري سمعوا يهاجم سيدا حرا أنت والله ما نكحر والله ما قد تحر لو كنت حر ما تعبد شخص لو كنت حر لعبدت الفكرة ولا دفعت عن الشعب لو كنت حر مثلا تدفع عن الشعب تصخص صفحتك للشعب تدفع عن الشعب هذا اللي طيحوا لداروا هذا اللي قلعوا من نتراب هذا اللي تعدوا عليه هذا اللي ظلموا هذا المجموعة البشرية اللي انظلمت هذا اللي ما عنده الحق هذا لا نجده في الصفحة صفحتك لا نجده فيها أبدا إشارة لمشاكل الشعب نجدك تقول أنك تدافع عن الطاقية الوطنية ما الطاقية الوطنية اللولة ولا العاصرة ولا الخامسة موضوع الصحة الغربية بالنسبة للشعب المغربي هو فقط وهم صنعه نظام المخزن على طيلة هاي سبعة وربعين ولا زال الشعب المغربي يعني دايخ ما أعرف رأسو كان ويدافع عن عن حقوقه هو كشعب حتى يضمن مكانته عند الملك والله يدافع عن شيء وهم ما أعرف يقول يهاجم سيدا حرا لمجرد إدارته لمجموعة واتصابية مخالفة لأفكاره وأفكار أصهاره في إقليم تندوف المستقطع اسمه غضرأيك سخفي سخفي وليس صحفي لأننا نعرف ونقلت لكم اعدل عنا تدريب في الإذاعة وتلفزة المغربية في سنوات يمكن الفين وثلاثة ولا الفين واربعة والمهم ببداية الألفين يحشو يعدل الهمز واللمس يعدل الهمز واللمس إقليم تندوف المستقطع المستقطع من المنين من الزريبة من الزريبة هي الزريبة مستقطع منها تندوف ومستقطع منها موريتان ومستقطع منها نهر السنغال ومستقطع منها تونس ومستقطع ممكنش مستقطع من عندكم تعني هذا الجنون العظم اللي عندكم اللي انتم شكل عنه عندكم انتم مركز الكون نواة الكون أنكم توم كامل الذي يوجد على هذه الكرة الأرضية صادرة من عندكم وهذا رأي عقدة هذا رأي عقدة 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 ما باش لا يتبرر لانت مستقطع والله ما هو مستقطع ما دليلك على أنه مستقطع قالها لك الحسن الثاني قالها لك محمد السادس قالها لك ذاك اللي باع سبتهم ليليا بشكلات هذا هما مصدرك هذا هما هذا هم اللي لا يجي من عندهم لا هذه عقدة عقدة التملك هذه عقدة التملك عند الملوك عند الملوك العلويين في المغرب عندهم عقدة التملك ما حتى لو مشيت الملوك في الوانداء والله الملوك في بلجيكا والله الملوك في الطايلاند ما عندهم اصلا عقدة التملك ما باقي ان الشعب يعود لهم يعني الملك في المغرب شك عنه الباشار له والاشجار له والويديان له والمعادن له والبحار له والفسفاط له والسيارات اللي موجودة في الزريبه له والحكومة له الوزراء له الدارك له البوليس له كل شيء له كل شيء يتملكه وانه انت فقط انت رانك انت عندك منصب سياسي لادارة هذه الادارات ادارتها ما هو تملكها ما هو تملكها وإلا لا وجودة للدولة ايش من الدولة من ان هي الدولة الدولة لابعتقد الى عدد هذا هو النموذج الحي للدولة ذراهي مات للدولة ذراهي اللازريبه صاحب الضيعة يتحكم في الضيعة كاملة واعتقد على انها له قال ولا بأس علي مناوئة للشعب الموريتاني وافكاره وتشد الرحال بمناسبة ودين مناسبة لوضع ايديهم بيدي جلادي البوليسالي والمتسخة بدماء الموريتانيين سمعوا الهمز 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 انت مثلا انت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قرن والله قاعد دولتكم انتم تاراكم على تاراكم على تاراكم على تاراكم على تاراكم وفي ناصر قرن يعني هي في ناصر قرن يتنعى تاليا الحمير مربوطين حذى التراموهي في الدار البيضاء الحمير مربوطين حذى التراموهي في الدار البيضاء الحضارة هذه هذه الحضارة ولعادة الحضارة هي مشكلة فعندك المفاهيم مقلوبة حضارتاش اللي تتكلمني عنها ايت حضارتي تتكلمني عنها حضارتاج حضارة الدعارة اللي عنده الحضارة يبيع الحشيش يعود يعتمد على تجارة الحشيش هناللي نعرف اللي عنده الحضارة معنى عنده تاراكو عنده رصيد عنده مخزون ولكن مخزونه مناش من الحضارة وتقدت تقرى هاي الحضارة وتقدت تنعطى المثال للشعوب الأخرى من أجل الوصول إلى كذا أمنين أنتم عندكم زريبة اليوم بعد 12 القرن هاي الحضارة اللي تتكلم عنها احنا نتحدث عن زريبة ما فيها سياسة ناجحة ما فيها انتخابات ناجحة ما فيها حكومة حقيقية ما فيها مؤسسات حقيقية ما فيها ملكية حقيقية ما فيها نظام سياسي حقيقي ما فيها رياضة حقيقية ما فيها إعلام حقيقي ما فيها اقتصاد حقيقي الشعب يفر قيس البحار يركب قيس البلدان الإفريقية بناتها وغالبية وبناتها يذهبنا للخليج لبيع لحومهن من أجل العيش هذه الحضارة إلى هذه الحضارة خاصنا نطفو هذا الفيسبوك والسلام عليكم هذا رأي ما الحضارة هذه هذا ينقلوا التخلف أثنى عصر قرن من التخلف أثنى عصر قرن من العبودية أثنى عصر قرن من الظل والاستكانة للبشر أثنى عصر قرن من عبادة البشر ومنه اللي يشرف وينتسبوا ينتسبوا إليكم منه اللي ينتسب لكم ثم عصر قرن من الظل والهوان منه العاقل ما ظنيت شعب عاقل لا ينضم لكم ثم يقولوا بأننا أنتمي لهذه ثنى عصر قرن من الظل والعبودية ألا يعرف ثنى عصر قرن خاص نشوفها قدام عيني لأن ثنى عصر قرن طراكم رصيد غير مين هو هذا الرصيد منه اللي يصرقوا إذن لما تتكلم عن متناسيا مما جعل بلاد الشنقيط أكثر البلاد تخلفا على كفة المستويات بلاد الشنقيط بلاد الشنقيط ما فيها الأمية بلاد الشنقيط ما فيها الأمية وهذا بالنسبة لك تخلف ملي العاقات ما فيها الأمية تخلف ما هم مشكل بلاد الشنقيط بلاد الشنقيط ما فيها البنات يذهبنا إلى الخليج لبيع لحومهم هذا ملي تخلف والعجب بلاد الشنقيط شبابها ما يركب في البحار بالنسبة المخيفة اللي عندكم في زريبة جايس البلدان الأخرى من أجل العيش ياك موريتان ياك موريتان ياك متقلفة انتم متطورين انتم فايتين بلادات المتحدة الامية وانتم متقدمين ما شاء الله بالحمير والبلغال وبالكراريس وبالفقر وبالجوع متطورين لكن موريتان يرى هي متخلفة ومتخلفة وفيها اسماعي العقوب الشيخ سيدي الذي يجيبك انت بمقال واحد لو انت تقرأ قاسك تفوت شهر ما ظهرت وجه هك في الفيسبوك وشهر ما ظهر وجه قاع في الفيسبوك اذا ما قورنت باقاليم الصحراء يا سلام على الصحراء اش تعرف انت من الصحر اش تعرف انت في الصحراء مثلا اش تعرف اش تعرف من الصحراء انت ساكن في الصحراء قمت في الصحراء تعرف اهل الصحراء عايشت اهل الصحراء تتكلم كلام اهل الصحراء تعرف عادات اهل الصحراء ما علاقتك اكتب بالصحراء علاقتك بالفيسبوك علاقة الفيسبوكية علاقت اربعة ايام والخمسة فيه تغطية معينة جايبتك الداخلية مركبتك في الطيار مخلص عليك الطيارة مخلص عليك لو طيلو وعطتك سيارة فم ترقلك هون وليه هذك هي تعرف الصحراء لا 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 ما تعرف الصحراء ما تعرفت الصحراء لو كنت تعرف الصحراء لا عاشرت أهلها ولا قطنت معهم ولا دافعت عنهم وهذه عقدتكم أنتم في الرباط أنكم تشكوا عنك إذا مشيت أربعة يوان لخمسة وتبنيت الفكرة المخزنية عن الصحراء الغربية صار أنك تعرف الصحراء وأنك مؤهل على أنك تتكلم عنها ما أنك لست مؤهل باش تتكلم عنها وخاصة كتشلل فمك مليون ألف مرة باش تتكلم عن الصحراء الغربية وعن أهل إذن ما قورنت ايش في الصحراء الغربية ايش تصنع فيها نظام الاحتلال المغربي مثلا قولني ايش تصنع فيها والله عندك انت المفاهيم مقلوبة تشوف لي أنا فيديو والله تشوف لي روبرتاج معدل رئيس البلدية العيون المحتلة الحمدي والدراشي مثلا بالطائرة هذه طائرة التصوير الجوي اللي اسم هو القوس الفلاني والله المدخل الفلاني هذا هو بالنسبة لك انت تتطور هذا هو التطور اللي تتكلمن عنه العيون المحتلة فيها ميتين ألف والله ميتين وعشرين ألف من الناس فيهم تقريبا حوالي خمسين ألف والله ستين ألف من الصحراويين ومية وستين ألف من المغاربة من المغاربة جايين يعيشوا في العيون المحتلة يعني لو كانوا هايك 160.000 رجعها للزريبة هذك 160.000 يوقلها الدود في الزريبة وتجوع في الزريبة وتعرف الزريبة لو لا خيارات الصحراء الغربية لو كانت ما هي خيارات الصحراء الغربية شوف فقط باش تعرف المعادلة باش تطمئن 160.000 جاءت للصحراء الغربية يا غير ما مشات 160.000 من الصحراويين سكنت عندكم تما في الرباط ولا مراكش كم يسكن عندكم من الصحراويين داخل المغرب كم خمسالاف عشرالاف عشرين الف انتو مالعيون المحتلة فيها مئة وستين الف وتمشي البجذور المحتلة تجبر فيها مئة الف وتمشي الداخل المحتلة تجبر فيها مئة وخمسين الف والله مئة وستين الف من المغاربة وتمشي للسمارة المحتلة تجبر فيها أربعين الف والله خمسين الف من المغاربة عايشين فيها وتجير قليمي من المحتلة تجبر فيها عشرين الف والله ثلاثين الف من المغاربة جايين جايين كلها جايشة جاي من الراكش والدار بيضة والرباط ومنين ماشي قايش في الصحراء الغربية نسكن فيها علاها ماشي نسكن فيها باش نعيش لا يعيش عند عند أهلك علاها ما تعيش عند أهلك علاها ما تعيش في الرفعات وتتنعم بالخيرات اللي عندكم احنا رأنا عند الله التخلف شا عندنا احنا في الصحراء الغربية عندنا فصفات وعندنا الثروة البحرية ولكن شكل سارقهم سارقهم النظام المخزن منهار لي جاوفهم ومعدل المصاصات يمص يمص على كافة المستويات وانت كمواطن المغربي غيغك الجوع والويل جاي من وسط المغرب باش تعيش في الصحراء الغربية ولكن هذا الشي ما تكنت تقوله ما تكنت تقوله لأنه هو ضد ضد الرواية المخزنية اللي قدم الصحراء تبارك الله تطورت وصحراء كذا تطورت باش تطورت بالأموال المخزنية جاب المخزن الأموال من الرماط باش يبني مثلا الطرقات والله قالوا من اللحة من اللحة والقامل ولا من أموال الصحراويين جزء يسير جدا من أموال الصحراويين يستثمر في الصحراء الغربية لا واحد في المية والله ميتين والله ثنيين في المية الشي الثاني كامل يمشي خارج الصحراء الغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فعل tackling iestériere زريكا ترجمة نانسي قنقر والبر Mats شكرا شكرا ألا في الفيسبوك رانك تتكلم في الفيسبوك وتتلحصهم كيف التمسح فقط متفاتنا مع ريوقك فقط قال إذا ما قرنت بأقاليم بأقاليم الصحراء التي استرجعتها المملكة الشريفة ما شاء الله الشريفة أضحكني لما تقول الشريف شريفة من المنين وش قاعدين نحن تعود شريفة والله ما هي شريفة 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 عندكم مشكلة الشرف والله شنا شريفة من المنك المغربية الشريفة تونس الشريفة الجزائر الشريفة موريطانيا الشريفة السنغال الشريفة عفوا خاصة الناس تسبعكم حتى أنتم ما حتى السنغال خاصة تقول السنغال الشريفة والله مصر الشريفة تمو حدكم تمو حدكم اللي عندكم مشكلة الشرف بيكم عارفين ما عندكم شرف شرفاش اللي عندكم شرفاش شرف منين جبتوه من منين جايبكم الشرف قولي المنين جايبكم الشرف قولي ما لي حضارة 12 عصر قرن وما نعرف عشو لك كده بالأحمر شن شرف قد سبرت حدي يبيع الحشيش شريفة مثلا حديك بعض الفلوس الحشيش وسامح ببيع الحشيش وينتج الحشيش ويعطي التعليمات للدرك والبوليس وكده باش يخلوا الحشيش يتخطى ماشي هون والهي والبحار والتراب وكده ويقول لك شريف شريف من منين من منين شريف باش شريف باش شريف لكن انت كلموا عن نفس المفهوم لأنه هذه شريفة عندي عنا مفهوم واحد أنا شريف المملكة المغربية الشريفة اللي أنها شريفة من منين شريفة من منين شريفة ملح شيش والدعارة دعارة عنك تضحك على نفسك ويضحك على كذا واتدخلها أنت عنه الشريفة مات الشريف الشريف قصنا الشرف قصنا نشوفوه فعلا الوالد عند الله رحمه دايما يقول يقول الشرف الشرف رأو الله شرف الفعل شرف الفعل ما هو شرف النسب انت تقعد تعود من عائلة ما نعرفاش يا غريلاء ما عندك ما عندك فعلك ما هو شريف ملعاد فعلك ما هو شريف منين اللي يجيك الشرف وفي الأخير يتناسى تلك النصيحة المقدمة إلى سواه الصحراويون جنوب المملكة أو المحتجزون في إقليم تندوف المستقطع المستقطع ليسوا بحاجة لك ولغيرك شفت ناس هكين الأحكام والتخاب هذا العسري هذا مصطفى العسري تعالوا نشوفوه وشدي يتبخى شقال مولي كذلك عن عن أخوان قال المهم عنوان فيديو عنوان فيديو في اليوتوب اسماعي لولدي عقوب الشيخ السيدية الموريتاني سيدنا سيدنا مسكين هذا يتبخى تخلط للسيدية مع سيدنا تماما سكين والله والله إنكم بؤسة حمساكن باغين تعبد المالك بأي طريق سيدنا هو أن قال له يعقوب الشيخ السيدية أتبعوا سيدنا منين سيدكم منين دخلطوا عليكم العرارة طبعا دعالوا نسمعوا ماذا يقول هذا الجدي يتبخى هذا فينا لا تنسوا بشاركة الرابط السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حياكم الله لا يقولنا شي خارق للعادة دائما فيما يخص قضية صحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة الشعب المغرب العظيم العياء دي مرحبسات بغيش كون مرخوج قضية صحراء المغربية لما قدسة عند الشعب المغرب مسكين هذا الشعب المغريبي والله تتعدى عليهم ومنعطاك الحق دي تكلمت باسم الشعب المغريبي انتهيك الله فرض من هذا الشعب المغريبي انتهيك الله عبد مع هؤلاء العبيد الملايين منعطاك الصيفة تتكلم باسم الشعب المغريبي نين والله انت والله ما انك محتاجه انت تتجنع على الشعب المغريبي وتدخلوا في مشكلتك اخي دافع على عمل المخابرات والله قبض التعليمات مع المخابرات ولك يخلي عليك الشعب المغريبي بعيد الشعب المغريبي متفاتن مع الخبزة الشعب المغريبي متفاتن مع الكرامة وعنده باش يخلصوا الشعب المغريبي متفاتن مع الوبيطال مستشفى مع دواجه وعالج فيه هذه القضايا المقدسة عند الشعب المغريبي انتهي لعدك مقدسة باش تطرد 25 مليون سنتيم وتمشي تسري بها شقاوي وفي مجمع معين وتجي تتعليمات باش يدقوا هذك المجمع لانه مبني بطريقة غير قانونية وتمشي 25 مليون سنتيم هكذا هباء المنطورة هذا رأه درس هذا رأه لك درس ورانا قنالك رانا قنالك رانا قنالك رانا لابد لتتلقى لدروس دروس إلهية ما هي دروس بشرية دروس إلهية واش عارف شنية الكذب عارف تجي المرامة مثلتك بعض المرامة في الفيسبوك ولا كذا وتمشي تكتب عنها وتشهر به واش عارف عارف الجرم شن هو كانت وفعلت وتركت وكذا واغتصبت واغتصبوها واغتصبت واغتصبها واغتصب وكذا واش عارف شتعاد شتقول ولا واته نعب هيك الأموال اللي جايتك من اليوتيوب بالاعتماد على الكذب واش كان الله سبحانه وتعالى ما هو القد يتولك اره يتولك اره لي يتولك اره لا جايك اره لا جايك وعاطك شوية من الوقت باش تسموه ايرغار انتما اصلا خبط الله على عينكم انتما اصلا لا الفلوس 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 اشمعون الدراهيم ها شمع في الدراهيم شمع في الدراهيم ها ها هنا suppose شمع ما합و هو شمع تشريب صوتي من المرتزة بولوزاريف وموريتانiende سمعه شو أبريك هلالك ها احنا نرحب نيدية نسمكم لانه المرتزق احنا نغطية نسمكم المرتزقة في كل لايف كل لايف نقلكم للمرتزقة لانكم للمرتزقة وهذه المرتزقة من يجاد جاءت من عند النظام المخزني في المغرب اللي أصلا بغاء يسئل الصحراويين النار هو النار اللي بغاء يسئل الصحراويين وصفهم بالمرتزقة إغاية هم مرتزقوا من عند من مثلا واحد يدافع عن أرضه خالق شي طرف خالي يجي خلصك باش يدافع عن حقك مثلا كيف نرى الارتزاق اشتركوا في القناة 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 هل يعبدوا أحد النظام معين ولا يعبد شخص اتحاني انت لا يوقف معاك والله يعاونك في قضيته هو بالمناسبة أحد عملاء الجزائر اللي كتوافد بالصمرار على سفارة الجزائر بنواقشوب هذا راه الكذب هذا راه الكذب هذا الكذب يشوف الصحراويين يعرفوا اسماعيل ياقوب الشيخ السيدية يعرفوا عز المعرفة والموريتانيون ولدهم ما هل لا يعرفوه ولدهم متحداك تعطيني يكملنا سماء في موريتان ما كعارف حتى كملنا سماء في موريتان والمغاربة بالله عليك المغاربة مثلا لا يعرف اسماعيل ياقوب الشيخ السيدية ليش لا يتغير مثلا والله عارفوه كيف قلت انت مرتزق والله يدخل السفارة الجزائرية في موريتان والله بالله عليك ش لا يتغير مثلا انت شك عنك هاي المعلومة من تعطيها للشعب المغربي نورانك عدلت انجاز واخفرت عليه القضية الصحراوية ترى انك غالط وغالطة معاك المخابرات المغربية البئيسة هذا العميل وهذا المرتزق موريتاني هو اسماعيل والدي يعقوب الشيخ سيدنا شيخ سيدنا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سيدكم اللي يقلع منكم طرابكم سيدكم اللي قال عمنكم مستقبلكم الله يسقر الله يكردو على قلبكم مع ذاك سيدكم تشبثوا به لا تفتصلوا معه تشبثوا به بسيدكم لا تفتصلوا مع سيدكم لأنه لابد للعبد من سيد وانتم لابد لكم من سيد لابد لكم انتم عبيد وتبحثون عن سيد حافظوا كنت عدلت عليه فيديو تقريب من هذه أسبوعين حتى الثلاثة وفضحته في هذا الفيديو على أنه بصف شو فضحته وارارك انت لي بفضوح ومخابراتك ما فضوحة وزريب تكون ما فضوحة ومالككم مفضوح مالككم اللي سكر عبيد في شوالع باريز مفضوح هذه هي الفضاحة هذهك عارفة تتكلم عن الفضاحة الفضاحة رهية هذه الفضاحة هي عود مالك مالك عنده زريبة تتميل ما يعرفك عمني ليطيح مهترئة من كل الاتجاهات الميزانية السفر والاحتجاجات في كل مكان والناس مقلوعة من حقوقهم الجيش القدامى العسكريين يظاهروا والقوات المساعدات الظاهر والأطباء يظاهروا والممرضين يظاهروا والشباب يظاهروا وكل شي يظاهروا هو سكر عبيد في شوارع باريز ويصور من طرف العام هذيك شي تسمي أنت تقدم عرارها في قناتك يكسيدك يكسيدك يعني عرارنا الفيديو في قناتك ماتكت ماتكت هذه كيه الفضاحة هذه كيه الفضاحة الحقيقية مش لي تفضح في فلان ولا تفضح في فلان الفضاحة على كنتم أصلا غارقي فيها هر أنا كل فيديو تعذلوا فضاحة كل فيديو فضاحة سيكتب لك في التاريخ في تاريخ الدناسة وتاريخ القذارة مكتوب عندك في التاريخ لأنك فقط تكذب لو كنت تقدم الحقيقة لو كنت تقول مثلا في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية دخل المكان الفلاني والتقى المسؤول الفلاني وعطاه كذا وكذا وتعود حقائق ووقيع قد نقول لك برافو عليك لأن فضحت فلان لأنه هي العمل في الكواليس ويسترزق وكذا لكن تتقول ندخل في الليد الفلانية وأنا أفضحه وش أتفضح فيه تش هتفضح فيه وتفضح رأسك وتفضح مالكك وتفضح الدينستي وتفضح لاتجات معها وتفضح ذو كل يمكلفينك بهذه المهمة القادرة لكن تلي تفضحه أما هو وراءه الحمد لله أنظف هو من من الدرعة اللي لابس درعة بازاني اللي لابس واللي لبس الصحراوي أنظف منها أنظف سريلة منها وأنظف الفضاحة الفضاحة فضاحة أنتو من اللي غارقين فيها الله يحفظ سريبة كاملا بنية على الفضائح كاملا الله يحفظ الفضائح من فضيح الفضائح مليكم فضائح رئيس محكمتكم فضائح وزراء فضائح مغنيكم فضائح فنانوكم فضائح رياضيكم فضائح إعلامكم فضائح وقدمهن هذو الفضائح يا كنت بغيت تقولنا الفضح قدمنا هذو الفضائح نشره مننا يا كنت يوتيبر يوتيبر يا كنت يوتيبر يا الله قدمنا اليوتيبر يكذيب الأحمر تمرتاني خائن شعب خائن دولته تعرفش كل خائن في الزريبة الخائن هو سيدك الخائن هو سيدك عنده تعاقد مع الشعب على أساس أنه يخدم الشعب يوقف مع الشعب يتقاضى 800 مليون سنتين في النهار باش يخدم الشعب باش يمرق الشعب من الفقر باش يحل مشاكل الشعب باش يطور زريبة الشعب هذك هذك الملك خائن لكل هذه الأمانة خائن بالحجة والدليل نحن نقولها لك بالحجة والدليل يكذب عليكم 23 عام ويكذب عليكم البالوارة بطل البالوارة بلوارة سأو بلور العام جايليهن بلور خمس عيمان سأو بلور بلورنا هناك وبلورنا من كذا 23 عام ويكذب عليكم ومشينا مايخيانة واش اللي يمشي شريق ساري بثمانين مليون أورو في باريس وشعبي موت من الجوع انت بنفسك كان مقفور عليك في واحد الدار ما عندك عشاك ومزال ما عندك عشاك ومشي شريق ساري قصر بثمانين مليون أورو في باريس مايخيانة واش هذا اللي يقبض حرائر الشعب وأحرار الشعب ويدخلهم للحبس فقط لأنهم كتبوا عنه مايخيانة لا تعتبروا بالنسبة لك خيانة العجب إلى عد ما تعتبرها انت خيان إلى عد ما تعتبرها وطنية فعندك المفاهيم مقلوبة أما اسمعي لعقوب الشيخ صدي موريتاني حر حر منك انت مليون ألف مرة وما يخون حتى العكس صادق مع نفسه وما هو ناس انتماء والموريتانية ولا هو كذلك نهام انه الشعب الصحرائي حتى وجه من الشعب الموريتان شعب واحد اشتعرف انت انت ما قاعدين في هذك الاحياء الاحياء القصديرية والاحياء الفقيرة والاحياء البراريك والمصائب الكحلة وتنسجون في التفاهات وتنشرهم في التفاهات هذك خاين هذك ماهو خاين هذك عميل هذك يدخل منعفاش في الصفارة الجزائرية هذك يدخل كذا لدرجة انكم لما تتكلموا عن الجزائر يخيروا ويعلنوا جزائر داخل مختارقتكم انتم كاملين ان المخابرات الجزائرية ناجحة لدرجة ان تختارق قصاركم 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 مختارق اعلنتم ما تختارقوا الجزائر يا الله هذي مخابراتكم انتم اللي عاطي للرعاعي يتكلموا باسمه اشتركوا في القناة 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 لا حقالوا لا حقالوا لانكم انتم اكثر ما تجيبوا لسيدكم تجيبوا له وكشفوا حقيقته انتم اصلا هذوك العياشة تشكوا عنكم تدفعوا عن سيدكم باش تحاولوا تجملوا صرته ولكن الذي تفعلونه من حيث لا تدرون اعلانكم اصلا تكشفون حقيقته للشعب شو من قيمة عند سيدكم اليوم السيدكم قيمة عندكم اللي عندكم لا قيمة له عند الناس الاحرار فعلا المغاربة الاحرار اللي عارفين ووعين وحاسن فعلا بالواقع وزيز عليهم الظلم وعارفين يعني ماذا حقيقة الزريبة والله لا قيمة للملك عنده سيدكم اللي انتم والعبيد هو عايشون هنشوفو هنشوفو الرد هنشوفو الرد اللي رد علي وحسيش انا الرد يلو في واحد نوع من الخوف سمع سمع جديد تبخى سمع عملاء المخابرات المغربية سمع تسمع شاكرا عنهم الخوف وش انت انت ما مساوطي لك شي في زي بالفراس والله ما شو واقع لكم هذو عملاء المقابرات المغربية بساك راح لكم يشف ما شي خاف منكم الهام القام اسماعيل يعقوب الشيخ سيدية خاف منك انت جليد تبخ ما شي خاف منك انت من هو يخاف منك انت ما عندك حتى منين تسكن وانت السقف لا يطح على راسك انت شيعان تظل تنكفر في العمارات توقف في العمارات وترسل اوديو من العمارات ترسل اوديو في الواتساب ترسلوا لذلك الخفافيش اللي معك اللي يخدمين لك القناة اللي مقابلين غرافيزم و اللي يخلطوا يخلطوا الاوديوات معها مع الصور ومع كذا وينشروا تقول لي خاف منك شي خاف منك انت شنون تشك عنك وانت ارى انه نار لي تكمل لك المقابرات لي نشوفوا كيف سيفعلونا معك خام خام انا وضرات الخوف الناس معاوش لا يقول لانه قد السدعي السلطات الموريتانية و تحق هاش قد السدعي السلطات الموريتانية و تحقق معها لانه جديد تبخى تكلم عنه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هل عندكم الجنون العظمة و الله وهذا من فرض يا سلام من فرض الجهل قبح الله الجهل الانسان راه من يعود جهل راه و يعود عدو نفسه الانسان من يعود جهل راه و يؤذي نفسه تراك هل تؤذي نفسك تانش منه و انت منه انت منه و انت منه و انت منه و انت شك عنك انت قيمة مثلا لو كان ما هو ذلك الدعم المخابراتي يكون ما يشوف لك قناتك ما يشوفه حتى حتى ذيب ذيب واحد ما يتفرج لك فيه ولكن انت خدمين بالكثرة تنشروا الفيديو في المجموعات و كذا و لك العيش عيش 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 كلها عنده عشرين كونت بالمناسبة رم حاولوا يستهدفوا الصفحة الجديدة اليوم جات بليغ فارغ شاريخ هذا خدمتهم هم خدمتهم الغاضر و المكر عدوا رجالة و عدوا فعلا صناديق و تبارزوا في مواقع التواصل الاجتماعي فعلا يجيكم واحد يجيكم واحد يشتتكم انتم مكاملين انتم ماتوا عصرة كاملين انتم تنابحون في كل مكان من الفيسبوك و اليوتيوب باش تهاجموا شخص واحد ما تقدوا تواجهوا واحد واحد ما تقدوا بيكونوا اصلا فارغين ينبع هذا هون ينبع هذا له و ينبع هذا هون ينبع هذا له يعني لما تبغوا تستهدفوا اسمعي لعقوب شخصي دي تمرقوا كاملين تستهدفوا بيكونوا عارفين بانكم ضعاف ما عندكم سلاحي لمعات سلاح الكاثرة السلاح الكاثرة هو قالك الحمية تغلب السبع لكن ما تغلبوه في الحقيقة لو كان الند بالند لكان لأنه الكلام اللي قال الكيسي الموريجاني و السيادة الموريجاني و بالصفته الموريجاني قال هالكلام فالشخص خائن بكل ما تحمل كلمة من معنى راو خائنة سنسمعوا تسريبات سوتية حيكم الله و الشعب المغرب العظيم وتعالوا تشوفوا كيف سيكون رد الحكماء رد العقلاء رد العلماء رد الذين يشفقون على هذا النوع من البشر هذا النوع من البشر هذا النوع من البشر الذي يؤذي نفسه من حيث لا يدري تعالوا تشوفوا الرد رد العظيم والسلام عليكم منبر كلنا أحسن 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 ماذا حالكم يقول زعوا وجه ديت تحياتنا تحياتنا القصة سيبط اللي يترك هذا الشخص على وجه الخصوص هذا الشخص يقول لأنه موريجاني و في نفس الوقت يمجد البوليزاريو ضد موريجاني و في تاريخ راوض رايكة يامع البوليزاريو تناسي بالمرة يتكلم على ضحايا و شهداء موريجاني اللي سقطوا على الأراضي الموريجاني برصاص البوليزاريو ما قد سمعناه تكلم على الشهيد السويدات رحمة الله عليه اللي كان أول طيار في تاريخ موريجاني واللي اغتالوه البوليزاريو الجزائريين غدرا و ما سمعناه قد يتكلم على الموريجانيين ضحايا سجون البوليزاريو اللي عاده بالبيئات عاد كبيرة من الشباب اللي انقتلوا و اندفلوا أحياء فحفروا فحاسيات فوسيات في مخيمة دوف رشيد ياسر منهم تتعدبوا و مرقوا من السجن و راهوا يحكوا و يشكوا ما قد تكلم عليهم هذا الشخص يحتقر موريتانيا راجاج بن يقول على أنه البوليزاريو و قبط الطائرات و أسلحة دخلت لها عبر الحدود استعرف استعرف تبارك الله أمرت سجنه و عدلت عادة نشر الفيديو مغبرك و تافه و صاحبه اللي معاك تافه و اللي ما يعرف الحساني اللي يعرف اللي عرب اللي عرب حتى الداريجية المغربية و كلامه كله موجه ضد بوليزاريو و ضد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير و رقا و رقا يتخذ من السب قضية على نوع و رقا اللي يسب هذاك مرتزق هذاك خائن هذاك فعلو هذاك تاركلو ما عنده أصلا قضية ما عنده ما عنده قضية أصلا هذه صفحة لليوتيوب معروفة و معروفة ملاهة من يقمزو ولا جزء من المجنة العلماء اللي في المغرب بشم الكتاكيت يسمنو بلوامر و كلهم مقبض عليه نقطة ضعف و عدلاك اللي ينقال و من هم عويلي هذا أفهمت اسمات كلامه قال على أن السويدات الوداد يرحموا عنه عنه ما قط سميته و عني يا الله قا موريتان تحبسني يا موريتان قا يا الله تحبس اللي أنت مني نجي و نأتيها يا الله يا الله تشكره في كل عدول الموريتانيين و عدول الصحراويين و عدول للسلام في منطقة الصحراة الغربية اللي متنازع عليها و اللي ما فات قبل استقلالها بمنطوق القانون الدولي فرق كبير فرق كبير بين واحد يجاوب فعلا يجاوب عاطي القيمة فعلا نفسه و عاطي القيمة لكلامه وبين واحد و المحلل السياسي الموريتاني الكبير إسماعيل ياقوب الشيخ صدية و معك التي تنادي باستقلال الشعب الصحراوي و إن شاء الله رحمن الرحيم على أرضه و اللي إن شاء الله يودنا راه قريبا و يرونه بعيدا و كل ذلك مرتبط بإرادة الشعب إن شاء الله رحمن الرحيم بإرادة الله سبحانه وتعالى قبل ذلك ولكن بإرادة الشعب الصحراوي و بعاسيمته و بن ضال و بن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر